العملاق زلتان يعود إلى المستطيل الأغضر من جديد لكن هذه المرة لن يسدد أو يمرر أو يضرب منافسه إذ أنه سيلتزم بالوقوف على الخط الأبيض داخل مستطيل صغير محدد لأنه سيكون مدربا بدأ العملاق السويدي زلتان إبراهيموفيتش العملاء على حياته فيما بعد اعتذال كرة القدم لكن يبدو أن السلطان لم ينجح في الابتعاد عن المستطيل الأغضر كثيرا ولا يعرف لنفسه حياة خارج أرضية الملعب منح نادي ميلان الإيطالي إبراهيموفيتش فرصة للعمل في الرزينيري باعتباره أحد أساطير الفريق ونجومه الخبار المعتزلين لكنه رفض العرض الذي قدم له من جانب إدارة النادي العرض المقدم لإبراهيموفيتش بالعمل ضمن إدارة الفريق وهو النهج المتبع في النادي العملاق مع أغلب نجومه السابقين الذين يعودون للعمل من جديد في قلعتهم سواء إداريا أو فنيا اعتزال إبراهيموفيتش لم يدم سواء أشهر قليل في عمر واحد وأربعين عاما لكنه في مفاوضات حالية للعودة من جديد إلى نادي ميلان إذ أبدال الإدارة رغبته للعودة من جديد إلى أرضية الملعب رفض إبراهيموفيتش العمل في المجال الإداري وأكد في تصريحات صحفية أنه سيتحدث مع إدارة نادي ميلان بشأن عودته ليرى ما الذي يمكن أن يحدثه خلال الفترة المقبلة تقارير صحفية أكدت أن زلطان إبراهيموفيتش طلب العودة ولكن للعمل كمدرب مؤقت ليعمل إلى جانب أجانسيو أباتي حال استقرت الإدارة على إقالة المدير الفني الحالي استيفانو بيولي التقارير أكدت أن عدم عودة إبراهيموفيتش حتى الآن إلى ميلان يرجع إلى تأخير القرار انتظارا لحسم مستقبل استيفانو بيولي سواء بالإقالة أو بالاستمرار مع الفريق الإيطالي تراجع النتائج وعدم ثبات المستوى سيدفع إدارة ميلان للاستغناء عن خدمات استيفانو بيولي الذي يبدو أنه لم يعد قادرا على قيادة الفريق بالصورة الأمثل إذ تزداد الأمور صعوبة محليا وقريا ميلان تعرض لهزيمة قوية أمام أتلانتا ويواصل الابتعاد عن الصراع على لقب بطولة الدور الإيطالي بينما أصبح كذلك قريبا من وداعي دور أبطال أوروبا في الفترة المقبلة إقالة بيولي ستعني عودة إبراهيموفيتش طبقا لهذه التقارير مع تصعيد أجانسيو أباتي مدرب فريق الشباب لقيادة الميلان مؤقتا على أن يعمل إبراء إلى جانبه كمدرب مساعد إبراهيموفيتش قد يكون حلقة وصل مع مالك النادي بعد رحلته التي خاضها في الدور الأمريكي كما أنه سيكون المسيطر الأساسي على غرفة ملابس ميلان وسيكون المسؤول عن السيطرة على اللاعبين الشباب المفاجات أن إبراهيموفيتش نفسه وبعد أن أدى رغبته لهذه الفكرة إلا أنه عاد ليختر إدارة نادي ميلان بأنه لا يشعر بالحماس ليكون مدربا لكن إدارة النادي تأمل في أن يغير رأيه كونه سيكون قادرا على السيطرة على غرفة ملابس الفريق قبل كل شيء موسيقى